الآن نتناول ملف القمة العربية المرتقبة في مايو في الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث كشف مسؤول في جامعة الدول العربية أن الجامعة ستعقد قمتها السنوية على مستوى القادة في التاسع عشر من مايو القادم في العاصمة السعودية الرياض وقد أكد حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية ذلك ويبدو أن التحركات التي تجريها السعودية هذه الأيام تمهد أن تكون قمة الرياض استعادة للعمل العربي المشترك ويرى مراقبون أن الاتصالات السعودية لاستئناف العلاقات مع إيران وسوريا وحل الأزمة اليمنية والتنسيق مع فرنسا لمساعدة لبنان كلها ستعطي زخما استثنائيا للقمة إذا ما نجحت في تحقيق اختراقات في الملفات المذكورة اشتركوا في القناة أعود لك سيد جلال الورغي يعني بناء على ما أسلفنا وهذه التحركات الدبلوماسية السعودية التي لم تكن متوقعة صراحة هل نتوقع قمة مختلفة عن القمم السابقة؟ هو سوسن في العموم مثل ما يعلم المشاهد العربي أن القمم العربية لا تأتي بشيء نوعي بل أنه الكثير يعتبر أنه جمع الدول العربية في حكم المنتهية والميتة أو وهي ميتة سريري ولكن في نفس الوقت يعني لا أحد يستطيع يعني يستطيع يعني لا يتفائل بأن تجري أي محاولة من أجل استعادة التضامن العربي حتى في حد الأدنى طبعا مثلا قمة الجزائر يعني نجحت باعتبار أن الجزائر هي المستضيفة في أن تدفع بالقضية الفلسطينية إلى الواجهة باعتبارها القضية المركزية ويعني كان على هامش القمة حضور فلسطيني فلسطيني من أجل المصالحة وبالتالي يمكن في كل الأحوال محاولة الدفع بأي محاولة لتجاوز الانقسام العربي تقديري أنه أولا إرجاء القمة عادة القمة تحقد في شهر مارس إرجاءها إلى منتصف ماي تقريبا هذا دليل على أن هناك جهود وخاصة من السعودية سوسا من أجل أن يعني تعالج بعض الملفات وتحذرها بشكل جيد نعم طبعا بأي اتجاه وبأي مضمون هذا سننتظر ونراقب كيف فعلا يمكن أن تعالج مثلا السعودية الملف الإيران الملف اليمني هل يبدو الملف اليمني عذرني على المقاطعة الملف اليمني هو الملف الأكثر أهمية بالنسبة للسعودية يعني واضح جدا السعودية تسعى للبحث عن مخرج لها في حرب اليمن مقابل مشاريع طموحة تتحدث عنها في الداخل تريد أن تصبح مركز للرياضة للترفيه للأعمال للتجارة وبالتالي هي بحاجة لهذا المخرج هو أولا سوسا يعني لعل الكثير يلاحظ أن السعودية خلال مثلا الأشهر الماضية تبدو مقاربتها في السياسات الخارجية مختلفة نوعا ما صحيح يعني وفيها نوع منها لنقول الإثارة أو يعني أنها سياسة غير تقليدي سواء مثلا من التخفف من الارتهان للموقف الأمريكي محاولة الانفتاح على روسيا على الصين الانفتاح على إيران الجرأة في الاقتراب من محاولة تجاوز الخلاف الإيراني السعودي من خلال يعني الحديث على أنه سيتم استنافى العلاقات الدبلوماسية وبالتالي الملف اليمني الذي أشرت إليه هو جزء هو موضوع في سياق معالجة ملفات أخرى من قبيل الملف الإيراني لأنه نحن نعلم أنه لا يمكن في كل الأحوال سوسن أن تعالج السعودية الملف اليمني دون أن يكون هناك تفاهم مع إيران وهذا التفاهم مع إيران سيساعد فعلا على تفكيك جزء من الأزمة التي تواجهها السعودية في اليمن لأنه تحول إلى عباء حتى عباء مالي استنزفة إمكانيات كبيرة للسعودية الملف اليمني وبالتالي حتى الملف السوري سوسن الملف السوري يعالج من خلال التعاطي مع الملف الإيراني لأنه إيران لعب إقليمي ومثل ما قالت سابقا هي تسيطر على أربع عواصم منها صنعاء ومنها دمشق ومنها بيروت ومنها يعني يتقصد العراق ولكن في تقديري هذا الاختراب سيساعد فعلا ولكن من هنا إلى القمة هل ستنجح السعودية في تفكيك هذه الأزمة مع إيران من أجل أن تنجح في طرحها في الجامعة العربية باعتبارها تصبح فقط مبادرات للحل هذا يحتاج إلى امتظار تبقى الملف السوري مثلا في تقديري أن السعودية في كل الأحوال نجاح السعودية في الملف السوري ليس في طبيض نظام بشار الأسد وإنما في حل مشكلة سوريا والانحياز للسوريين وليس لنظام بشار الأسد شكرا جزيلا لك سيد جلال الورغي الكاتب والبحث على هذه المشاركة بذلك نأتي مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج أضوع على الأحداث كالعادة يمكنكم متابعة البث المباشر لقناة الحوار على اليوتيوب والتواصل معنا عبر منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي إلى اللقاء